السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ثم أما بها إن شاء الله بإذن الله هنتكلم معاكم عن إزاي نزرع شجرة الفجوة الصبر هيا دهيا قلنا إحنا نتزرع من البزور تمام يا جماعة قلنا إحنا نتزرع من البزور كلها هنحتاجه ده طبعا بزور هيا خلص أنا كنت تسيبها تنشف شوية كنت تسيبها يعني تترة عشان أخرج منها البزور بسهولة زي ما هوريكوا دلوقتي تمام يا جماعة تمام كلها هنحتاجه كيس بلاستيك عدا كيس من الكاس الفول اللي بتعبه فالفول هنا في مصر دي الكاس اللي بتعبه فالفول اللي هو الكيس يا بالشكل ده تمام يا جماعة تشايفينه كده كويس في الكاميرا هوا اهوا يا جماعة كيس ومنديل ورق منديل من المنديل اللي بتعبه الاستعمال الشخصي تمام هنفتح المنديل هنفتح المنديل بالشكل ده يا جماعة وقد البزور هيا تمام يا جماعة ديا بقى البزور اللي أنا هشيلها بإيدي داي هيا يا جماعة دي ديا العليديا السفرة دهيا هي البزرة تمام ونبدأ نزرعها نحطها على المنديل بالشكل ده هتقول لي حتى لو فها قطع من الماكاديميا او حتى لو فها قطع ما فيش اي اشكال تمام يا جماعة هنحط البزور على المنديل اهيا احنا انا سيبت البزور عطنت عشان يبقى سهل الاستخراج منها لان البزرة وهي بكامل صحتها او السمرة وهي بكامل صحتها او هي بكامل صحتها او هي بكامل حيويتها ما بتفرفش تستخرج البزور ديا بسهولة تمام يا جماعة تمام نجي بالشكل ده هوا او هنا بحط البزور معاك اهي اهي بحاول ابعد البزور عن بعضها عشان عما تطلع في المستقبل وتبقى شتلات نعرف من ايه لها من المنديل تمام يا جماعة هنسيبها خمستاشر يوم في قلب الكيس وهوريكو هنحطها في قلب الكيس ازاي دلوقتي تمام يا جماعة دي بزرة تانية اهيا فتحتها اهي هنستخرج منها البزور برضو وبعد كده هنحط المنديل ده هنكلفة المنديل ده هنحطه كده على بعضه ونرشه بالمية او هنحطه في الكيس الاول ونبخه بالمية في الكيس عشان يهدى عشان يسبت جوبة الكيس وبعد كده نملك الكيس شوية هوا ونربط الكيس من الخارج بحيث ان الكيس هنمضغط عليه ما ينزلش هي على على المنديل تحت زي ما هوريكو دلوقتي هوريكو كل الكلام ده بس هوريكو هوا ادي حطينا البزور ايه كلها انت حطي كمية من البزور يعني الكمية اللي احنا حطناها ديا ايه كمية يعني تمام كده احنا مش عايزين اكتر من كده تمام يا جماعة ناخد برضه هوا ناخد كمان شوية نملك الفراغات ديا اه 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 دا كله فيه بزور تمام يا جماعة بعد كده هنحط المنديل ده على بعضه كده هنقفله على بعضه عشان يبقى زينه من هذا التربة هوا ثم وبعد كده هاركي المنديل مؤقتا او ريكو كيز بيتنفخ ازاي تمام يا جماعة هننفخ نفخة زارة اه تمام بص يا جماعة شوفوا ان قفلته ازاي اه بصوا كده يا جماعة بحيس انه ماينزلش يبقى ما نفخ بالشكل دي تمام يا جماعة وابدأ احط المنديل جواه بالشكل ده او حطي المنديله يا جماعة او شايفين المنديل وانفخ كيس تاني اه يا جماعة واخلي الكيس بالشكل ده يبقى المنديل تحت او هبصوا يا جماعة يبقى المنديل تحت والكيس منفخ فوقه كده بالشكل ده بحيس ان المضغط عليه ماينزلش او المضغط عليه ماينزلش كده اظنى مفيش حاجة تفاهم اكتر من كده تمام يا جماعة وبعد كده ابخوا ميا قبل ما اسكوا الكيس خالص قبل ما اسكوا على الكيس ارشوا بالماء اغرقوا ميا كله واخلي المنديل كله واسك عليه من خمستاشر من ايه من اه تلاتاشر لخمستاشر يوم تمام يا جماعة بعد الخمستاشر يوم هتبدأت الهنا بيتة تمام وهتبقى فيش هيبقى فيش شبورة على الكيس هنا كده متحاولش تهز الكيس عشان الشبورة ما تنزلش هو لازم يكون فيه ضباب هيبتنبقى تحت الضباب تمام يا جماعة هتلاقي فيش شبورة على الكيس كده نقطة مية لو انت لو هزيت الكيس كده النقطة المية هتنزل لا فبلاش تهزوا تمام يا جماعة تمام وفي النهاية اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته